ومع بداية فصل الصيف تستعد عروس البحر المتوسط محافظة الاسكندرية لاستقبال المواطنين الذين يرغبون بقضاء عطلة صيفية على شواطئها لمعرفة هذه الاستعدادات ينضم إلينا مباشرة من الاسكندرية مراسل أونلايف مينا بشرة مينا أهلا بيك بداية يعني صف لنا أجواء عروس البحر المتوسط مع بداية فصل الصيف أهلا بك يا رجائي بداية محافظة الاسكندرية استعدت لليوم يوم عيد العمال العطلة الرسمية بتشغيل وتكوين غرفة عمليات داخل المحافظة برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظة الاسكندرية ورؤساء الأحياء لمتابعة اليوم داخل المحافظة ورصد أي شكاوة أو أي مخالفات إلى جنب أيضا مكيام المحافظة الدكتور محمد سلطان بجوالات تفقدية على الأحياء لرصد أي مخالفات وتحديدا مخالفات البناء حيث خلال الأجزاء والعطلات الرسمية يقوم عدد من مخالف القانون بالبناء المخالف داخل المحافظة الاسكندرية خاصة أن المحافظة تعاني من هذه المشكلة بشكل كبير لذلك هناك جوالات تفقدية اليوم من جانب محافظة الاسكندرية ومتابعة مع رؤساء الأحياء لرصد أي مخالفات وتحديدا المخالفات الخاصة بالبناء المخالف للقانون أما إذا تحدثت عن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الصيف وخاصة أن عروس البحر المتوسط بتكون كبلة لعدد كبير من المصريين ومن أبناء المحافظات المجاورة للاستمتاع بفصل الصيف داخل هذه المحافظة الجميلة فبداية بالنسبة لي أهم الاستعدادات فخلال الأيام الماضية كان هناك اجتماعا لمحافظة الاسكندرية الدكتور محمد سلطان مع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء لمتابعة استعدادات المحافظة لفصل الصيف ربما كان أهم الكرارات والتوجيهات من جانب محافظة الاسكندرية بإزالة الإشغالات بطول كورنيش الاسكندرية أيضا إنارة الأعمدة بطول الكورنيش ومتابعة عملية النظافة وإزالة كافة المخالفات والأجشاك المخالفة للقانون التي تتواجد بمحيط كورنيش الاسكندرية إضافة أيضا إلى تعليمات المحافظة لمدرية النقل والطرق بالمحافظة لإعادة تأهيل الطرق السريعة والهمة والرئيسية بالمحافظة لاستقبال الأعداد المصايفين خلال فصل الصيف الذي بدأ ويبدأ منذ هذه الأياب وممتد حتى أو خلال الثلاثة أشهر القادمة أيضا بالنسبة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية فقد استعدت لفصل الصيف وذلك من خلال تجهيز نحو 48 شاطئا داخل المحافظة لاستقبال المصايفين خريطة هذه الشواطئ بتتنوع ما بين نحو 6 شواطئ مجانا للمواطنين للدخول والاستمتاع بيع الكورنيش وبمياه عروس البحر المتوسط دون دفع أي تكلفة نهائية هناك أيضا نحو 19 شاطئا عاما وهذه الشواطئ بها اختيار للمواطنين إما القدوم بإحتاجاتهم الخاصة إلى هذا الشاطئ أو دفع تكلفة زهيدة مقابل للحصول على الخدمة إضافة أيضا إلى نحو 20 شاطئ مميز داخل المحافظة وثلاثة شواطئ أخرى سياحية لاستقبال المواطنين خلال فصل الصيف القادم